كابتن سيد وتحاتي لكل مشاهدة ومتابعة قناة الالي في كل مكان معاك يا كابتن سيد اتفضل لا اتفضل انت خلاص بقى يمكن طبعا يا كابتن سيد لو بكلمك سريعا على اجواء وكواليس مبراطة النادي الالي والترجع التونسي هنا في تونس طبعا يمكن زي ما بنقول اجواء حماسية اجواء شديدة تركيز هنا منذ طبعا انطلاقنا من مطار القاهرة حتى وصلنا هنا تونس زي ما انت عارف طبعا يا كابتن سيد وانت احد الخبرات الكبيرة في الصفر الى تونس التجهزات الكبيرة اللي انت كنت تقوم بها خلال الفترة الماضية انت عارف طبعا هنا في تونس الاجواء بتبقى رائع جدا جمهور التونسي او الشعب التونسي بيحب الشعب المصري بشكل كبير جدا وجمهور الترجع كمان لو بخصه بشكل اهام جدا طبعا مع جمهور النادي الاهلي لا ده ليه طبع كبير وليه تأثير كبير الحب الكبير ده ان شاء الله يكون منعكس في الملعب لكن يفصلنا المستطيل الاخدر النادي الاهلي ان شاء الله يكون مهيئ يكون موفق ان شاء الله في هدية المباراة ويكون التأهل بإذن الله الى دور الثمانية من بطول الدوري ابطال افريقيا هنا من تونس لو بكلمك سريعا على اجواء اليوم يا كابتن سيد انتهى ميران فريق النادي الاهلي الاول على الملعب الفرعي في رادس الميران الاول تم تحديده في الساعة السابعة هنا بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت القاهرة حضور طبعا الكابتن محمود الخطيب كرئيس سبع ست النادي الاهلي رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ده يمكن زي ما بنقوله بنأكد بيبقى ليه دافع كبير لتأثير كبير لمردود كبير جدا عند الجهاز الفني والعابة النادي الاهلي عندنا ساقة كبيرة في اللعبين في الجهاز ان شاء الله هذه المباراة تكون منصيب النادي الاهلي التعاود اللي هيفدنا بشكل كبير زي ما انت عارفها كابتن سايد لكن النادي الاهلي اي مباراة بيدخل فيها سواء في البطولة العربية البطولة الافريقية بطولة الدوري العام الهدف الاول والاساسي هو الحصد والحصد الثلاث نقاط همين يكونوا في مشوار النادي الاهلي عايز اطمنك بشكل كبير جدا على عمر السلية يمكن عمر السلية كان خلال الايام اللي ماضية الاخبار عمر السلية جاهز عمر السلية يلحق مباراة الترجع التونسي انا بأكد لك ان عمر السلية النهاردة ظهر بشكل اكثر من رائع في التدريبات الجماعية التدريبات النهاردة كان فيها بعض التدريبات البدنية البسيطة تدريبات الكورة شارك فيها بشكل مميز جدا عمر السلية النهاردة مستر باتريس كان مركز على الكروسات العرضيات يكون فيه كروسات بين الفراودة ويمكن زي ما بقولك التركيز الشديد اللي احنا متابعينه فيه معسكر فريق النادي الاهلي ان شاء الله ينعكس عليه بشكل كبير جدا زي ما بقولك يا كابتن سيد غيابات كثيرة مع النادي الآلي لكن النادي الآلي بمنحضر النادي الآلي بيفقد النهاردة حسام عشور ومؤمن زكريا وباسم علي وبكماني وصابر الرحيل وأيضا كمان جونير أجايا لي الإصابة لكن الكل متواجد الكل مهيئ الكل مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراة مستر باتريس كابتن محمد يوسف وحضرات مستمرة بيحاولوا أنهم طبعا يحافزوا اللعبين اللعيب الكبار طبعا في النادي الآلي وفريق النادي الآلي جلسات مستمرة مع اللعبين لأن إن شاء الله المباراة دي فاصلة وهمة جدا ست نقاط كانوا همين جدا خلال مشوار النادي الآلي خلال الفترة الماضية لكن إن شاء الله بنتمنى يكونوا تسع نقاط وينصوا كمان ليه أول المجموعة بالفوز كمان على كامبالا سيتي لكن زي ما بقول لك يا كابتن سيد الأجواء هنا مطمئنة الأجواء رائعة عايزين شيد طبعا بسفارة مصر هنا في تونس لسفير نبيل الحبشي طبعا هو مش متواجد لكن أرسل طبعا الطاقم السفارة كان متواجد كل أفراد السفارة فيه استقبالنا الكابتن سامير عادي طبعا المدير الإداري لفريق النادي الآلي اللي بيقوم بشغل أكثر من رائع مع فريق النادي الآلي هنا ترتبات الإدارية ترتبات الملاعب الترتبات الخاصة بفند والإقامة كل الأمور هنا مهيئة إن شاء الله كابتن سيد عبد الحفيز بإذن الله أن النادي الآلي يعود بتلات نقاط همين جدا في مشوار النادي الآلي عايز أقول لك كمان يا كابتن سيد أن في خلال اللحظات هيكون معانا المدير الفني مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الآلي في لقاء إن شاء الله معاه نسأله في أحدين كثيرة جدا عن التدريب عن المباراة عن الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الآلي وأيضا كمان لعيب النادي الآلي هيكون معنا عدد من لعيب النادي الآلي خلال اللحظات هنحاول برضو كمان ان احنا نتكلم معهم نشوف مدى الاستعدادات مدى كمان وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي كرئيس بعسة ومردوده على اللعبين والجهاز الفني ان شاء الله في خلال لحظاتها كابتن سيد هكون معنا هذه اللقاءات لكن برجع لك كابتن سيد في الستوديو لو فيها استفسار أنا معك كابتن سيد ممتازة كريم هايل